ضمن هجماته الجديدة يعلن الجيش الإسرائيلي بالاشتراك مع جهاز الشباك القضاء على فتح شريف قائد جبهة لبنان لدى حماس وهو شخصية رئيسية في تنسيق جهود حماس مع حزب الله هذه الضربة لم تكن عملية استهداف فرد فبحسب الإعلام العبري تهدف لتفكيك شبكة النفوذ الإيرانية في لبنان عبر أذرعها المختلفة في ظل هذا التصعيد خرج نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله في تصريحات قال خبراء لغة الجسد إنه يظهر فيها جليا التوتر وعدم الثقة رغم محاولاته التأكيد على أن الحزب سيواصل المعركة لكن كلام قاسم عن صواريخ لا تعرف عنها إسرائيل وعن آليات الحزب الداخلية لإيجاد البدائل قد يبدو للوهلة الأولى على أنه إعلان صمود فردي إذ تؤكد غرف التحليل أن إيران لم تقدم أي وعد ميداني بعد اغتيال نصر الله للحزب حتى الآن المفاجأة ليست بعيدة حيث يذهب خبراء لتأكيد بأن إسرائيل تعمل على استغلال النقاط الضعف التي خلفتها اغتيالات القيادات الكبرى ولا تقتصر العمليات على لبنان وحده فالإشارات التي كشفتها تقارير تفيد بين إسرائيل قد توجه ضربات نوعية إلى الأذرع الإيرانية في مناطق أخرى مثل العراق وسوريا واليمن تحديدا بعد إعلان فصائل مسلحة عراقية عن تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف إسرائيلية مع هذا التسارع في التصعيد والتهديد يردد خبراء العبارة الشهيرة إيران لا تبع عملاءها أحياء في لسالة تلخز استراتيجية إيران التي من الممكن أن تضحي بأي وكيل في سبيل تحقيق أهدافها الكبرى لكن في المقابل فأنثمة تصعيد وغضب في طهران يواجه الضربات الإسرائيلية المتوقعة على أي ذراع لها ما ينظر بفتيل مواجهة عسكرية قد تشتعلوا إذا لم تتوقف آلة النار اشتركوا في القناة